كنت ساكن في حارة وكانت أمورنا الحمد لله تمام في يوم من الأيام كنت واقفة بسيارتي وقاعت في السيارة من بعيد شفت جارنا جارنا هذا رجل كبير في السنة كنت تقريبا عمره تسعين سنة جاي عند الزبالة تكرمون اللي هي حاوية الزبالة وأخذ كيس من حاوية الزبالة أو أخذ شيء معين ثم دخل بيتهم يقول أنا استغربت جارنا هذا يصلي معي في المسجد ورجله ندامه كويس ولبسه كويس وعنده ما شاء الله سيارات وبيته ممتاز شلون يأخذ من الزبالة لا يكون الرجال فقير وحالته معدمة وتعبانة وحنا دارين عنا يقول المهم بعد فترة نصلي مع بعض وجيت سلمت عليه قال لي يا هلا يا مرحب يقول كيف حالك واشلونك يا بو فلان عساك طيب قال الحمد لله الله يسلمك ورا ما تقلط تقهوة معي تقلط يعني تفضل معي البيت تتقهوة يقول قلت فرصة يلا ما في عندي مانع يقول دخلت بيته جيت للمجلس وإذا البيت ممتاز فخم يعني وبعدين الرجال راح يجاب القهوة وجاب الشاي ويقول يقول الوضع تمام ما في شي يقول وانا دردش معا قلت لي يا بو فلان انا بكون معك صريح يقول قال تفضل قال يا اخي قبل فترة قبل حوالي عشر ايام كنت انا في السيارة انت ما انتبهت لي شفت كانا جيت عند الزبالة والتقطت منها شي ودخلت بيتك فصراحة صراحة يعني انا استقربت وقلت يمكن جارنا هذا وضعه تعبان وفقير محتاج وحنا ما انتبهنا له يقول فقال لي لا لا يا بو فلان لا 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 ابشرك الحمد لله مري طيبة وانا بخير نعم نعم كثيرة من الله لكن انا دائما اذا شفت نعمة ولا شفت شي يؤكل مرمي يقول ما اقبل وهذا عهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى ااخذه ممكن انا ااكله ممكن اعطى صدقبة ما اخلي نعمة في خصوصا اذا كانت شي جاهز للاكل تمر او فاكهة او شي كده في ذن يقول قلت له ما شاء الله والله الله يجزاك خير يعني قال ترى هذه لها قصة يا ولدي قال تعطيني القصة قال اعطيك القصة لكن القصة ممكن انت يعني ما يستوعبها عقلك لانك ما عشتها لكن اتمنى منك تركز معي علشان تستوعبها يقول قلت تفضل طبعا انا احب اذكركم يا جماعة الخير ان القصة قبل 40 سنة والرجل عمره 90 سنة يعني القصة الان في الحقيقة اللي بقصة الرجل هذا حصلت في زمن غير زمن يقول هذا الرجل لما كنت شباب كنت متزوج كانت عندي بنت وبنتي كان عمرها في حدود العشر سنوات يقول كنت عايش في مكة واصابنا فقر عظيم اصابتنا مجاعة عظيمة وفعلا يا جماعة الخير الجزيرة العربية كانت تجيها مجاعات عظيمة لدرجة لدرجة ان الصدقات والزكوات كانت تأتي من الصومال الى الجزيرة العربية وخصوص النجد يا جماعة الخير الفقر في هذه المناطق عظيم بسبب ندرة المياه ندرة الامطار السحاء الصحارة وقلة الموارد فكانوا الناس فقراء يقول كنت في مكة وكنت فقير جدا 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 وكان في زمن مجاعة كان فيه ندرة في الاكل وفي الشرب يقول كنت ابحث عن عمل اطلع من اول النهار ادور على شيء اصد به رمقي او اجيبه لزوجتي وبنتي ما القى حتى اني كنت ما ااكل للقليل ما نلقى شيء يقول ما نلقى شيء ابدا يولدي وفي يوم من الايام طلعت واصابني الانهاق والاعياء وانا ما لقيت عمل ومن شدة ما انا تعبان ومستضيق ضاقت بي الدنيا رجعت للبيت وانا افكر تفكير غريب فكرت اني ابيع بنتي في الزمن هذاك يا جماعة قبل حوالي مئة سنة مئة و يعني مئة سنة فصاعدا كان فيه بيع وشراء للجواري والايماء والعبيد هنا في الجزر العربية في المملكة يقول فكرت اني ابيع بنتي يقول قلبت الموضوع صعب جدا 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 بس انا الان في وضع خطير انا في مجاعة وما نلاقي اكل وبيتي مو بلاقيين ياكلون والبنت بتموت واحنا بنموت لو ما اكلنا طيب شل حل يقول فكرت اني ابيع البنت فلما تروح لغيري ممكن يأكلونها ويشربونها ممكن انا اخذ المبلغ اللي ببيعها فيه ونعيش فيه الموضوع صعب جدا لكني انا مجبر يقول كلمت زوجتي فزوجتي انهارت وحاولت انها تثنيني عن هذا فجلست اقنعها قلت انا ابي مصلحتها ابيها تعيش يا فلانة لازم لازم انضحي شن سوي ويقول بعد التي ولتايا اقنعت زوجتي تخيلوا يا جماعة يقول قلت لها زينيها لبسيها باخذها للسوق سوق بيع الجواري والعبيد في مكة يقول اخذت البنت وهي مت زينة تخيلوا يا جماعة ما اخذ بنتها بيدها ويمشي بروح يبيعها تخيلوا يقول رحت وجيت فعلا في سوق بيع العبيد والاماء والجواري يقول ووقفت بالبنت معي يقول مر بدوي بين قصين اعرابي جاي من ضواحي مكة جاي من بادية مكة يقول نظر للبنت وكنها عجبتها فجاء يساومني عليها واتفقت انا وياه على 12 ريال عربي في الظهر وفعلا اعطاني 12 ريال واخذ بنتي قدامي بيدها وكأني اتذكر نظرات بنتي لي وهي طالعني وعيونها غرقانة بالدمون لكن ما ما اقدر الا كذا راح هذا الرجل البدوي ومعه البنت يقول واخدت 12 ريال فضة واتجهت على طول على السوق سوق التمر ابغى اشتري تمر وقت مجاعج ومعه كل شي غالي ولا فيه صدقات ولا فيه زكوات ولا فيه شي يقول رحت واشتريت تمر بريالين فضة واخدت لي شخص يسمونه الحمالي يقول قلت له شيل هليلة اني ما عنده قوة يقول ما عندي قوة ما عندي قوة شيل فيها شي يقول وعطيتها فعلا التمر وقلت لها الحق وفعلا رحت وكان يمشي وراي الحمالي لما وصلت عند سكني بيتها خرابة يعني يعني عشة يقول لما وصلت التفت ما لقيت الحمالي وراي يقول فقلت وين راح انها لله وانها اللي راجعون وين راح يقول فأفتش على الباقي عشر ريالات فضية ما لقيتها يقول فوقع علي الأمر كالصاعقة أصابني من الغم ما الله به عليم بعت بنتي وضعت مني الفلوس يعني أنا خسران يقول رجعت وقلت خلي أروح للحرام أدعو الله سبحانه وتعالى وأصلي لعل الله يفرج عني ما أنا فيه يقول رحت للحرام وأثناء ما أنا في الحرام شفت الرجل البدوي يطوف ومع بنتي قعدت ناظرة من بعيد وبدت الأفكار تدور في راسي هذا الرجال مع بنتي الآن وأنا خسرت كل شيء بخسر بنتي بعد يقول فقررت أني أترصد له حتى إذا طلع من مكة ومشى أروح لفي أحد الشعاب شعاب مكة وأقتله وأخذ بنتي يقول وأثناء ما هو يطوف لمحني فناداني لما وصلت عنده كان يصلي خلف مقام إبراهيم صلى وخلص ثم أجلسني قال لي أبغى أسألك البنت اللي معي هذه منه يقول قلت هذه جارية عندي وعرضتها للبيع وانشريتها قال لا ما هي بجارية أنا سألتها تقول إنها بنتك صحيح هذه بنتك يقول قلت إيه نعم صحيح قال إنا لله وإني إليه راجعون إنا لله وإني إليه راجعون يقول طلع ثلاثين ريال فضة قال هذه كل ما أملك يقول هذا الرجل البدوي يقول كل ما أملك خذ خمسة عشر ريال فضة وهذه خمسة عشر ريال لي والله يسامحك في الثنائش اللي ضاعت منك وخذ بنتك معك ولا عاد ترجع لهذا الأمر موتوا سوا وعيشوا سوا يا أخوي يقول فأنزل الله علي سرور ما أقدر أصفه لك تخيل أنا الآن معي خمسة عشر ريال فضة ومعي بنتي يقول فودعت الرجل ودعيت له وشكرته الله يغفر لهم يرحمهم جميع يقول ثم مشيت يقول وانا أمشي رحت لسوق التمر أشتري تمر وإذا بالحمالي قدامي يقول يا أخي تعال انت وينك قال يا أخي أنا انت مشيت بسرعة وانا ضيعتك وحاولت أصلك ما قدرت أصلك لوين التمر قال التمر معي يقول قل طيب جبه معي للبيت وفعلا يقول أخذه معي حتى وصلنا للبيت يقول يوم وصلنا للبيت وحط لي التمر وإذا العشر ريالات فضة موجودة في مع التمر يقول فصار عندي عشرة وخمسة عشر وتمر وبنتي معي فحمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته إن الله سبحانه وتعالى تفضل علي بكل هذه النعم كنت في كرب عظيم ما يعلم بهل الله ثم الله سبحانه وتعالى فرجلي ورزقني ورد لي بنتي وأنا من ذلك اليوم يا أخوي وأنا عارف قيمة النعمة وعارف قيمة ما تفضل الله به علينا لذلك ما أسمح أبدا أشوف نعمة ملقاة على أرض أو في زبالة أو في حاوية نفايات عموما وأتركها أبدا أنا أقول يا جمعة الخير حنا ما عشنا حياة الفقر هذه حنا ممكن الآن نشوفها في التلفزيونات في المجاعات اللي في أفريقيا في الصومال في السنغال في أي مكان عموما لكننا ما عشناها ترى جميل جدا أننا نستشعر ما مروا به آبائنا وأجدادنا حتى نعرف قيمة النعم اللي حنا فيها فنشكر الله سبحانه وتعالى ولا نسرف ونحافظ على هذه النعمة